رسالة تحذير شديدة اللهجة تصدر من مقر جامعة الدول العربية في القاهرة ضد الممارسات الإيرانية في المنطقة رسالة قوية حملتها الكلمات في افتتاح أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والتي حملت إيران مسؤولية تغذية الصراعات في المنطقة العربية ومحاولة زعزعة الاستقرار بها فالساروخ الذي استهدف الرياض إيراني الصنع وهو رسالة إيرانية واضحة في عدائيتها لم يفلح المسؤولون الإيرانيون حتى في تجميلها لأن العواصم العربية تقع في مرمى صواريخ طهران الباليستية إنها رسالة غير مقبولة شكلا أو مضمونا إن الدول العربية تعتز بسيادتها وهي قادرة على الدفاع عن استقرارها وأمنها إننا نرفع صوتنا للمجتمع الدولي بمنظماته وقواه المؤثرة وبالتحديد للجهاز المنوط الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين أي مجلس الأمن الدولي نقول في عبارة واضحة أن التهديدات الإيرانية تتجاوزت كل حد وهي تدفع بالمنطقة إلى هوية خطيرة إن البرنامج الإيراني للسواريخ الباليستية يمثل تهديدا خطيرا على الاستقرار في المنطقة إيران لا تحاربنا فقط مباشرة من قبل سواحلها نعم هي تهرب وهي تقوم بأمور كثيرة لكن لها أيضا أذرع في المنطقة وأكبر ذراع لإيران في المنطقة هو موجود الآن هو ذراع حزب الله الإرهابي هذا الحزب موجود في لبنان موجود في العراق موجود في سوريا موجود في أماكن كثيرة متمثل في شخصية الحوثيين وهذا هو التحدي الكبير اليوم للأمن القومي العربي الذي نتحرض له من دولة تحاول أسقاط دولنا والسيطرة والهيمنة بكل وضوح ولا تتورع من القيام بأي شيء للوصول إلى هذا الهدف في دول جارة وأخرى أبعد تمعن إيران في غيها فتزج ببيات قياه هنا وهناك خدمة لمشروع الولي الفقه التوسعي في لبنان ساهم مخلبه الأهم ميليشيات حزب الله في تحويل هذا البلد إلى ساحة من ساحة التخريب الإيراني في المنطقة حتى أن ضاحية بيروت الجنوبية أو ما يسمى المربع الأمني للحزب أضحت بحسب مراقبين عاصمة رديفة لإيران بلا مغاربة أعملت إيران أيضا على توسيع نفوذها في سوريا فأصبح الميدان السوري يعج بميليشياتها الطائفية قتل سلاحها من قتل من مدنيين وعبر ميليشياتها تلك غيرت معالم مدن بأكملها في هذا البلد ضمن اتفاقات تجمل باسم المصالحات والتسويات ليس جديدا أيضا أن التغلغل الإيراني في الجار الغربي العراق جزء من مشروع إقليمي كبير تهدف من خلاله طهران إلى تقوية شوكتها وسيادة تأثيرها في المنطقة ولم تعد مفارقة محاولات إيران تحكم بمفاصل حيوية في العراق من خلال ميليشيات طائفية تأتمر بأوامرها وعلى رأسها ميليشيات الحجد الشعبي بصمات إيران الإرهابية مكشفت في الكويت أيضا فقد كشفت حيثيات قضية خلية العبدالي أن الإرهابيين تلقوا تدريبا بمعسكرات ميليشيات حزب الله في لبنان وخططوا لهدم النظم الأساسية للكويت لا تنفك الأدلة أيضا عن تورط إيران في العديد من المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمن البحرين واستقرارها كان آخرها اعتقال المنامة أحد أفراد خلية إرهابية على علاقة بالحرس الثوري الإيراني خططت لاستهداف شخصيات أهداف نفطية في المملكة كانت مسؤولة عن تفجير حافلة للشرطة أواخر أكتوبر الماضي لا يردع مخططات إيران أيضا في تقوية مخلبها في اليمن قرارات دولية فلا تتأخر في تغذية التمرد الحوثي عبر مد المتمردين بالعتاد والسلاح بما في ذلك السواريخ الباليستية لاستهداف الجيران أدلة تحرد دور التخريبي لإيران في المنطقة ومع ذلك لا تجد الدولة الإيرانية أثنى حرج في المجاهرة والمفاخرة بنفوذها الإقليمي هيمنتها على عواصم عربية غير آبهة بكل القرارات الدولية معنا من القاهرة مراسلنا سمير عمر سمير بالطبع استمعنا إلى هذه الكلمات القوية الذي بدأ بها الاجتماع من أمين الجامعة العربية وزراء خارجية المملكة والبحرين أيضا وتحولت ثم بعد إلى جلسة مغلقة أهم تفاصيل هذه الكلمات وأهم ما سيقال في هذا الاجتماع لديك سمير بالتأكيد ودون شك فإن هذا الاجتماع سيؤسسه لمرحلة جديدة جدا في التعامل بين الدول العربية وإيران هذه اللهجة التي صدرت من الأمين العام لجامعة الدول العربية تؤكد أن هناك إجماعا عربيا على رفض هذا التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية كلمة وزير الخارجية السعودي أيضا أكدت على ذلك وكلمة وزير الخارجية البحريني التي جاءت في الجلسة الاستحية أوضعت هذا بلا أي مجال اللبس أما في الجلسة المغلقة التي بدأت بعد أن أخرج الصحفيون من قاعة الاجتماع فقد كانت لوزير الخارجية المصري الذي أيضا أعاد التأكيد على المحددات التي تتخذها مصر في التعامل مع إيران والمبادئ الحاكمة لها إذا وضعنا كلمات وزراء خارجية مصر والبحرين والسعودية مع كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية يمكننا قراءة الاتجاه العام داخل هذا الاجتماع والاتجاه العام داخل هذا الاجتماع يؤكد أن هناك إجماعا عربيا على أولا رفض التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية ثانيا رفض التدخل الإيراني غير المباشر عبر دعم ميليشيات أو طوائف أو أحزاب ذات طبيعة طائفية داخل الأراضي العربية ثالثا التأكيد على أن الدول العربية لا تسعى لتأجيج نيران الحرب ولكنها تريد علاقات حسن جوار إيجابية مع دول الجوار وفي مقدمتها إيران ولكن على إيران أن تلتزم بالقواعد الحاكمة لسياسات حسن الجوار ومن ثم فهم يرون أن القردة في ملعب إيران التي لم تعبأ بتحذيرات سابقة ولكن بالتأكيد ما سيحدث اليوم سيؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين الدول العربية من جانب وإيران من جانب آخر المحدد الرابع الذي أيضا نصيح قراءته من الكلمات الأربعة التي قلت حتى الآن هو التأكيد على الدعم العربي الكامل لأمن السعودية ومن تخذها من إجراءات الحفاظ على الأمنها القومي أمن البحرين وأمن الجماعة لدول الخليج سامح شكري في كلماتها التي انتهت قبل دقيقتين أو ثلاث دقائق من الآن أعاد التأكيد على التزام مصر الكامل بأهمية الحفاظ على الأمن القوم العربي والحفاظ على أمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي وقال على التأكيد مرة أخرى على أن الخليج بالنسبة لمصر هو خط أحمر الاتجاه العام سيميل في هذا الاتجاه ومن ثم يمكن القول بأن هذا الاجتماع سيخرج ببيان قوي وواضح مع تكلفات قوية وواضحة للدول العربية بأن تلتزم نهجا عربيا موحدا في مواجهة التدخلات الإيرانية في شوية الدول العربية إذا حدث تباين ما من دولة ما بشأن صياغة ما في هذا البيان فستكون هي النغم النشاذ داخل هذا الاجتماع العربي الذي ربما ستبدأ بعده خطوات في مواجهة الدخلات الإيرانية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في شوية الدول العربية نعم إذا كان معي من القاهرة مرسلنا سمير عمر أرحب بضيوفي معي من القاهرة الكاتب الصحفي سيد أشرف العشري ومن الرياضة الكاتب والباحثة السياسية الدكتور أحمد الفراج ومن عمان رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز أمية للبحوث والدراسات دكتور نبيل لعتوم أبدأ بداية مع السيد أشرف العشري سيد أشرف استمعنا إلى هذه الكلمات القوية في الواقع من أمين الجامعة العربية وزير خارجية المملكة وأيضا وزير خارجية البحرين هنا أريد أن أسأل كيف قرأت هذه الكلمات وأهمية توقيت هذه الجلسة أهمية هذا الاجتماع وما ممكن أن يخرج منه طبعا مع الاستماع إلى هذه الكلمات القوية الموجهة للتدخل الإيراني في المنطقة كل تأكيد خطوة عقد هذا الاجتماع إلى حد ما خطوة إيجابية وأن كانت متأخرة بعض الشيء وكنا نتمنى أن نشاهد مثل هذا المشهد داخل الجامعة العربية منذ عام أو عامين حتى نستطيع أن نضع العراقيل أمام إيران وعبسها وأيضا وقد لسياسة أو استراتيجية التمجد والتغلغ في المنطقة لتتبعها إيران على مدار سنوات طويلة أرى أن هذا الاجتماع ينم أن هناك بالفعل بريات استفاق عربية بريات صحة عربية في الطريق من الأنفص أيضا لوضع كثير من الحواجز وخلق مصدات وقائية باتجاه التغلغ للنفوز الإيراني والعبس بالأمن والاستقرار سواء في منطقة الخليج أو حتى على المستوى العربي بشكل موسوع الأشمل والواسع وبالتالي أرى موضوع ما حدث اليوم خلال هذه الكلمات هي تعبر عن نغمة من التشاؤم والرفض وأيضا عدم التعاطي من الآن بأي نوع من السلبية العربية تجاه الممارسات الإيرانية في المنطقة في المرحلة الحالية وفي شكل مستقبلي كامل بعد أن طفح الكيل لدى العواصم العربية وأعتقد كلمة وزير خرجية السعود ووزير خليط البحرين وأيضا كلمة الأمين الجماعة العربية تنم عن أننا أمام فصل ومشهد جديد في التعاطي العربي من الأنفص أيضا باتجاه إيران وأن سياسة المواءمة أو البحث عن كثير من بعض التوازينات الاستراتيجية في المنطقة قد خابت وقد تراجعت وقد سبت فشلها بالكامل ولابد أن يكون هناك تغيير لقواعد اللعبة من الأنفص أيضا باتجاه التصعيد مع إيران من ناحية وضرورة أن يكون هناك بالفعل ذهاب إلى أبعد مدى فيما يتعلق حتى نهاية الشهد بشأن التعاطي مع مجمل السياسات الفزيزية الإيرانية وبالتالي أرى أن المشروع المقدم من أنك العربية السعودية والمدروس أمام أو الموضوع الآن على جدوى الأعمال أمام وزير خرجية في هذه الساعة هو يتضمن مجموعة من الإليات بالغة الأهمية بشأن وضع حواجز ورفض تلك الممارسات الإيرانية من ناحية والذهاب إلى أبعد مدى باتجاه الأمم المتحدة ومجلس الأمن لو احتاجت الجماعة العربية والدول العربية في قادم الأيام لأن ما كان قائما قبل اليوم من كبير إيران لن يعود مكبولا بعد اليوم وسيكون هناك بالفعل مجموعة من الأليات الجديدة التي تصبح في خانة ضرورة وضع إطار سياسي ودبلوماسي جديد وربما أيضا خلق كثير من المصدات وأيضا رسالة التي بلغت الأمانات يريد أن يوصلها العرب لإيران كفى ولابد أن يكون هناك بالفعل مجلس جديد وفصل جديد ولابد أن يكون هناك بالفعل قلب للصفحة وأن ما كان قائما في الماضي لن يعود مكبولا بعد اليوم دكتور أحمد الفراج كلمة سيد عادل جبير اليوم استمعنا إليها كلمة قوية قال لن تقف المملكة العربية السعودية يعني هكذا أمام إطلاق الصواريخ على الرياض وأتحدث عن مجموعة من الأمور ما الآليات المتوقعة طرحها هنا في هذا الاجتماع من قبل المملكة العربية السعودية وهي داعية لهذا الاجتماع في مواجهة إيران في هذا الظرف فعليا وستراتيجيا أيضا اسمح لي أخي ماجد أولا وقبل أن أجيب على سؤالك مباشرة أود أن أختلف فقط مع مراسلكم في القاهرة ومراسل القناة ومع مداخلة الضيف الكريم قبل قليل هذا الاجتماع اجتماع جامعة الدول العربية العنوان الرئيسي له من خلال قراءتي هو أنه الاجتماع استثنائيا غير عادي اعتدنا على اجتماعات روتينية اعتدنا على بيانات ختامية تصدر حتى قبل أن يبدأ الاجتماع هذا الاجتماع مختلف تماما والعنوان الرئيسي له هو ضرورة اتحاد العرب لمجابهة الخطر الإيراني لكن العنوان الأكثر أهمية قرأناه من خلال كلمة السيد عادل الجبير ومعالي وزير خارجية البحرين ومعالي وزير خارجية البحرين قال بصراحة وأنا أقرأ هنا نصا هل تريدون يا أخواننا العرب أن نعمل سويا لمجابهة الخطر الإيراني وإلا اعذرونا إذا قمنا بعمل ترتيبات أخرى أعتقد أنا شخصيا فهمت ما يقصده معالي وزير خارجية البحرين تعبت الدول المملكة وبعض دول الاعتدال العربي سائمت وتعبت من التواطأ العربي والخيانات العربية وأنا هنا لا أريد أن أسمي دول بعينها ولكننا رأينا أن هناك قرارا تقدمت به المملكة العربية السعودية للأمم المتحدة ولم يصوت عليه إلا أربع أو خمس دول عربية هناك دولة خليجية متواطئة مع إيران صوتت ضد القرار هناك دولة خليجية أخرى لن أقول متواطئة مع إيران وقفت على الحياد هناك دول عربية وقفت على الحياد أو صوتت ضد القرار ما قاله وزير خارجية البحرين صريح وواضح جدا هل تريدون أننا نسويها بالأخيانات؟ ماذا قرأت منه عندما قصد وزير خارجية البحرين بأننا أما تذهبون بقرارات موحدة أم أننا سيكون لنا خيارات أخرى ما المقصود بهذا الحديث تعتقد دكتور أحمد؟ لا أريد أخي ماجد أنا بالنسبة لي واضح الحديث أن دولة البحرين أو المملكة أو الأمارات أو غيرها لها الحق أن تتحالف مع من تريد لا تأتي تزايد علي أن المملكة أو البحرين أو الأمارات أو مصر لا تقف مع القضايا العربية لا تقف مع القضية الفلسطينية أو خلاف ذلك كلمة معالي وزير البحرين وقد أكون مخطئ كما قرأتها إذا كنا ليس لدينا استعداد بعد اليوم أن نتعامل مع التواطئ والخيانات من بعض الدول العربية مع إيران إيران أرسلت صاروخا بلستيا إلى الرياض وقبل ذلك أرسلت صواريخ إلى مكة المكرمة قبلة المسلمين كلمة وزير خارجية المملكة وزير خارجية البحرين واضحة ليس لدينا استعداد أن نتقبل الخيانات العربية إذا كنتم ستعملون معنا سويا لدرء الخطر الإيراني فهذا ما نريد أما إذا كنتم ستتواطئون مع إيران فإن لنا الحق أن نقوم بالترتيبات التي نرى أنها تحمي مصالحنا وأمننا القومي ونتحالف مع من نريد لا أريد أن أقول صراحة لنا الحق أن نتحالف مع من نعتقد أنه سيساعدنا في حماية أمننا القومي والوطني أيضا نقطة تتعلق بتصريح قرأتها لجبران باسي الوزير خارجية لبنان عندما لم يحذر الاجتماع وهذا متوقع لأن السيد حسن نصر الله لم يسمح أو لن يسمح له بذلك فالقرار في لبنان مرتهل لطهران ومرتهل لحسن نصر الله متوقعا لا يحذر جبران باسي الوزير خارجية لبنان لأن حسن نصر الله لن يسمح له بذلك ولكنه ومن بعيد وبإشارة من طهران حثى وزراء خارجية الدول العربية على أن لا يتخذوا أي قرار ضد لبنان هذا منتهى الانهزامية إذا كان جبران باسيل ومعه ميشيل عون يسمحون لحسن نصر الله أن يختطف لبنان ويمتطي ظهورهم فنحن في المملكة لن نسمح أبدا بذلك وإيران عن طريق حزب الله ترسل الصواريخ إلى اليمن ليضرب الحوثيين بها العاصمة الرياض ومكة المكرمة دكتور نبيل دعني أنتقل لأعفوا دكتور أحمد دعني أنتقل لدكتور نبيل دكتور نبيل اليوم باعتقادك إيران كيف تشاهد هذا الاجتماع ما الأليات التي ممكن أن تتفاعل إيران مع هذا الاجتماع وهو يعني اجتماع بدأ بلهجة قوية من المتحدثين فيه كيف تشاهده إيران يعني مساء الخير أخي ماجد لك ولي ضيوفك لأعزاب بداية يعني إيران تنظر إلى هذا الاجتماع على أنه هو اجتماع يستهدفها بالدرجة الأولى ومارست ثلاث دبلوماسيات أو ثلاث استراتيجيات الاستراتيجية الأولى هي دبلوماسية الإنكار بمعنى أن إيران تنفي عن نفسها أنها متورطة في مداخل الأزمات الإقليمية وأنها لا تهدد الأمن القومي العربي بل تعتبر نفسها أنها شريك مهم لمكافحة الإرهاب وتعتبر نفسها هي دولة من أدوات حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة الدبلوماسية الثانية أو الاستراتيجية الثانية أن دول العربية وبالذات المملكة العربية السعودية تسعى إلى الترويج إلى ما يسمى بالإيران فوبيا والتي تهدف من خلالها إلى تشويه صورة إيران الاستراتيجية الثالثة ترى إيران أن هذا الاجتماع بهذه الصيغة وبهذه الإعلانات وبهذه البيانات يهدف إلى استهداف محور الممانعة الذي تقود إيران وبالتالي تعتبر الدول العربية متواطئة مع الشيطانين الأكبر والأصغر بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الآن بموازات ذلك أنا أعتقد أن أتمنى أن يكون هناك من خلال هذا الاجتماع الاستثنائي وغير العادي رسالة واضحة إلى إيران لا نريد أن تكون القرارات الصادرة عن وزراء الخارجية العرب تضاف إلى أرشيف جامعة الدول العربية وبموازات ذلك نحن نتحدث الآن عن جملة من المحددات التي ينبغي أن تحكم الموقف العربي المحدد الأول المهم هنا هو تنقية العلاقات العربية العربية بمعنى أن العلاقات العربية البينية هي علاقات أعتقد أنها لا تشترك ضمن رؤية واحدة حول تقييم الخطر الإيراني أو على اعتبار أن إيران هي أحد أهم مصادر التهديد بالنسبة للأمن الإقليمي الأمر الثاني ضرورة بناء بنية إقليمية من خلال الموقف العربي يدعم الاستدارة الأمريكية بعد استراتيجية ترامب وأنا هنا أقصد أخي ماجد رؤية مهمة جدا خاصة أن ترامب لغاية الآن أعلن عن استراتيجية هذه الاستراتيجية هي مجرد إعلان تبعها دبلوماسية تويتر والهجوم على إيران واعتبارها دولة رعي للإرهاب لكن لا بد من ترجمة هذه الآليات إلى رؤية عملية واضحة لمواجهة المشروع الإيراني الأمر الثالث هو الدول الضامنة لإيران خاصة أن إيران هناك دول ضامنة لاتفاق النووي إيران استغلت مظلة الاتفاق النووي للأسف الشديد لتعيث خراب وفساد وفوضى هناك دول بدأت تتساوق مع الرؤية الإقليمية التي تقود المملكة العربية السعودية والدولة الإمارات على وجه التحديد الآن لمواجهة إيران ومواجهة المشروع الإيراني نتيجة لما تقوم به من سياسات عبثية في المنطقة وهذا الآمر لا بد بمواجهة ذلك أن تكون الرؤية الدولية متساوقة مع ذلك خاصة الموقف دكتور نبيل سنتطرق سندهب إلى هذا الفاصل وستطرق إلى علاقات الدولية الآن الرؤى الدولية والرؤى العربية بعضها متباينة وبعضها متشابة حول تدخلات الإيرانية دعونا نذهب إلى هذا الفاصل القصير ونكمل بعده برنامج المساء قال وزير الخارجية السعودي عادل جبير خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب أنه يجب عدم السكوت لإيران على اعتداءاتها بعد أن استخدمت صواريخها تجاه العواصم العربية إن السكوت على هذه الاعتداءات الغاشمة لإيران عبر عمليات عملائها في المنطقة سوف لن يجعل أي عاصمة دولة عربية في أمان من هذه الصواريخ البلستية إن المملكة العربية السعودية لن تقف مكتفتها الأياد أمام هذا العدوان السافر ولن تتوانى عن الدفاع عن أمنها الوطني للحفاظ على أمن وسلامة شعبها ونحن جميعا مطلوبين بتحمل مسؤوليتنا القومية وصيانة أمن واستقرار دولنا أعود إلى ضيوفي معي من القاهرة الكاتب الصحفي أشرف العشري ومن الرياض الكاتب والباحث السياسي الدكتور أحمد الفراج ومن عمان رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز مية للبحوث والدراسات الدكتور نبيل إعتوم سيد أشرف واقعا الدول العربية مختلفة كثيرا حول الآليات التي من المفترض فيها التعامل مع الشأن الإيراني هناك دول أكثر حماسا وأكثر جدية في إيقاف المشروع الإيراني في المنطقة هناك دول كثيرة ليست قليلة وبعضها خليجي أيضا لا ترى ذلك البعض لديها علاقات جيدة مع إيران أمام هذا التباين الكبير كيف ممكن حسم هذا الوضع كيف ممكن إيجاد آلية مشتركة وهذه هي العقبة الكبيرة أمام الدول العربية وأمام اجتماعاتهم في الجامعة العربية يعني بالمعنى الجامعة العربية أيضا لم تجمع العرب دعني أستاذ ماجد في عجالة وعرك بس في تعقيب في عجالة على صديقنا وضيفك من عمان عندما قلت أن هذا الهدف الثاني من العقد هذا الاجتماع وسعي السعودية لكشف ما يعرف به فوبيا إيران أعتقد أن هذا أمر ربما يكون متعارف عليه السعودية فقط ليست فقط الدول العربية كلها وهذا الأمر أمر قديم منذ عدة سنوات فوبيا إيران أعتقد أن إيران لديها سياسات ملعونة في المنطقة سياسات مخربة إيران دولة بسياساتها مدمرة للمنطقة أجبني سيد أشرف أجبني عن هذا السؤال لأنه من الأهمية في مكان خلال هذا الاجتماع بالفعل أعتقد أن هناك شيء بإجماع عرب لا تنكر أن هناك أكثر من ثلاثة أربعة أو ثلاثين من أعضاء الجامعة الدول العربية في حالة من التوافق على ضرورة وضع كثير من السياسات العقابية سيد أشرف دعني هنا أطرح وجهة نظر الأخرى يعني أمام الأمم المتحدة في قرارات وكانت قبل أيام فقط كان هناك اختلاف كبير حتى أن الدول العربية صوتت ضد القرار الذي قدمته المملكة ورأينا هذا الأمر اليوم ماذا يمنع هذا الخلاف أعتقد أن ما كانوا في الأيام الماضية سينتهي بما يحدث في اجتماع الجامعة العربية سيكون هناك تصويت وهناك نقاش حيوي ديناميكي يجري حتى الآن داخل أروكة الجامعة العربية وهناك شيء باتفاق عبر دائرة المشاورات السياسية والديبلوماسية على مدار الأيام الثلاثة والأربعة الماضية وحتى خلال اجتماع لجنة ربعية اليوم الإمارات والسعودية والبحرين ومصر لعرض مجموعة من المقاربات على وزراء الخارجية ستؤخذ في الاعتبار سيتغير الصورة كليا نحو التعاطي العربي لا أقول بشكل جماعي أو إجماع لكن الأقل هناك غالبية عظمة من الدول العربية أكثر من 19 دولة أو 18 دولة ستلجأ إلى التصعيد وإلى التعاطي بقوة مع أي لجوء إلى مجلس الأمنة ومع المتحدة في مرحلة قادمة وبالتالي سيكون التنصيق والتشاور هو لبه وجوهر هدف التحرك العربي القادم في مرحلة قادمة ولا تنسى أنه لا يوجد غير قطر والعراق واللبنان وأعتقد أن الجزائر تراجعت عن مواقفها السابقة وسيكون هناك تعاطي أو معادلات جزائرية جديدة وربما يكون غالبية الآن في إمكانية أن يكون هناك بلورة موقف عربي نحو نوع من التجريس والفتح والكشف والتعريح لمواقف قرن في مرحلة قادمة بالإضافة لأن هناك غطاء عربي بدأ يتبول خلال الساعات الماضية لا تنسى أن النهج الأمريكي ماضي قدما في اتجاه إنزال عقوبات باتجاه إيران اليوم ناجد تلاسل إيراني فرنسي خلال الساعات الماضية وخروج فرنسا من دائرة الحوار مع إيران وتريد أن يكون هناك تنصيق مع الدول الاتحاد الأوروبية ومع أمريكا في مرحلة قادمة وبالتالي عند أي معطى أو تحرك عربي باتجاه مجلس الأمن المتحدة سيتوفر الحد الأدنى من غطاء الدولة الحروبة في مرحلة القادمة لأن هناك حالة من الغضب والاحتقان بتلك الممارسات الإيرانية والجميع أصبح على قناعة تلامس اليقين أن تلك الحروب وتلك الحرائق المشتعلة في إقليم الشرق الأوسط تقف وراء في المقام الأول والأخير إيران من خلال المباشر سيد أشرف دعني أنتقل الدكتور أحمد دكتور أحمد بالنسبة لإيران هي موجودة في كثير من الدول العربية هي موجودة في اليمن موجودة في لبنان كحزب الله موجودة في العراق أيضا موجودة في دول تدخلت في دول خليجية تجمعها بعض العلاقات مع دول أخرى عربية بعض الدول تقطع علاقاتها بعضها تخفض العلاقات الدبلوماسية أمام هذا الواقع الكبير لا يمكن تطبيق آلية واحدة بالنسبة لكل هذه المشاكل يجب أن يكون هناك آليات ووجود هذه الآليات الكثيرة ألا تعتقد أنه يعقد مسألة التعامل مع إيران أنت كيف ترى إلى هذه المسألة أعيد وأكرر أخي ماجد أعيد وأكرر أن هذا الاجتماع اجتماع جامعة الدول العربية اليوم هو اجتماع استثنائي وتاريخي لأنه ليس مثل الاجتماعات الروتينية السابقة المملكة العربية السعودية ومعها البحرين والإمارات أرادت أن تقول من خلال هذا الاجتماع وأعيد وأكرر لقد سائمنا من التلاعب بالألفاظ لقد سائمنا من تقبيل الكتوف والخشوم لقد سائمنا من الكذب والمراوغات لكن ماذا يعني دكتور أحمد ما المطلوب هنا دكتور أحمد هل المطلوب البعض يتحدث عن مواجهة مباشرة مع إيران البعض يقول ضرب أذرع إيران في المنطقة ما المطلوب هنا يعني ما بطبيعة هذه الآلية أو بلورة هذه الآلية المطلوب يا سيدي الكريم هو ما قاله معالي وزير خارجية البحرين يجب علينا في جامعة الدول العربية أن نعمل سويا وإذا كنتم لستم على استعداد أن تعملوا سويا معنا لقصقصة أجنحة إيران وأعمالها الإرهابية العدائية فإن لنا الحق بعمل ترتبات أخرى أنا أتصور في الاجتماعات المغلقة في الجامعة العربية ستقول المملكة والبحرين والأمارات بكل وضوء لكن دكتور أحمد هل تعتقد سيذهب الدول العربية ستذهب إلى هذا الخيار الذي تشير إليه؟ يعني ممكن مطروح هذا الأمر؟ إذا كنت تحدث عن خيار عسكري يعني لا أريد أنا الآن تحدث عن خيارات هل هو خيار عسكري أو حصار أو غيره أو مقاطعة أنا أريد أن أقول فقط أنا أقصد خيار التحالفات الجديدة دكتور أحمد خيار التحالف الجديدة الذي اتطرق إليه نعم قبل خمسة أشهر كما تعلم أخي ماجد قبل خمسة أشهر المملكة والبحرين والأمارات قاطعت دولة أعلنت المقاطعة لدولة قطر وهي دولة خليجية ثم قطر قلبت سياساتها السرية بتحالفها مع إيران إلى تحالف علني المملكة إذا كانت المملكة والبحراء والأمارات ضحت بدولة خليجية وأعلنت مقاطعةها وهي قطر فلن تتردد عن مقاطعة أي دولة عربية تدور في الفلك الإيراني اسمح لي بس أخي ماجد لتعليق على ضيفك من الأردن أنا فقط أستغرب أن أثقف عربي بعد كل ما مررنا به وهو يعني الرجل نحترمه ونحترم طروحاته استقدم مثل عبارات فوبيا إيران لا يوجد فوبيا هي ليست فوبيا إيران هي راعلة يعني هو ينقل ما يقوله الإيرانيون وجهة نظرهم يعني هذا الحديث أعتقد أعرف أعرف يا ماجد لكن أنا أتمنى يا أخي ماجد أن نحن المثقفين العرب ألا ننقل حتى هذا مجرد النقل أيضا هو ذكر كلمة الممانعة العربية هل يوجد أي ممانعة؟ الممانع بشار الأسد الذي قتل شعبه أو لبنان التي يحكمها حزب الله وقتلت السوريين في لبنان أو اليمن التي يسيطر عليها الحوثي بأوامر إيرانية لم يعد هناك ممانعة عربية لا يوجد ممانعة عربية إيران لم تطلق رصاصة واحدة على إسرائيل الأسد وقبله والده حافظ لم يطلق رصاصة واحدة أنا فقط أريد أن أقول أنه نحن يجب على المثقفين العرب أن لا نعيد هذه المصطلحات المندثرة التي أكل عليها الزمن وشرب عن أي ممانعة نتحدث نحن الآن نتحدث عن زمن التحالفات الجديدة وسياسات الحزم والعزم أنا كسعودي أرغب من حكومتي المملكة العربية السعودية أن تتخذ من السياسات الحازمة ضد من يتعرض لأمنها الوطني وأتفق مئة بالمئة مع أي سياسة وطني للتحالف مع أي أحد كائنا من كان إذا كان في ذلك صيانة لأمنها الوطني لقد سائمنا من عبارات الخمسينات والستينات المكررة لقد سائمنا من رمي إسرائيل في البحر لقد سائمنا من سياسات الخيانات بعض الدول العربية وتواطؤها مع إيران في سياساتها التوسعية التي الآن هي تفخر باحتلال أربع واصم عربية وإذا لم نجابها بحزم هي وأذنابها في لبنان وسوريا والعراق فإنها ستحتل الدولة الخامسة والسادسة طيب الدكتور أحمد دعني أنتقل الدكتور نبيل يعني أريد أن أسأله ولو حق طبعا الحديث عن الموضوع دكتور نبيل هناك وجهات نظر أيضا دولية مختلفة رأينا عن شلوب أو شكل الرد على إيران رأينا وجهة نظر فرنسية وجهة نظر ألمانية وكان هناك خلاف حول الموضوع أريدك أن تعرج على هذه المسألة وأيضا إذا كان لك أن تعقب على الدكتور أحمد شكرا جزيلا لك بالنسبة لما تفضل به ضيفك من الرياضة أو ضيفك من القاهرة أنا نقلت ما تم استخدامه من مصطلحات داخل إيران نحن نرسد الإعلام الإيراني على مدار الساعة وبشكل يومي عادة عندما أشارك في أي لقاء أنا يوما عندنا وحدة للدراسات الإيرانية نقوم بالرسد والمتابعة نرسد ما هو موجود في الإعلام الإيراني الرسمي والثوري الآن نقل المعلومة نقل الكفر ليس بكافر إيران عادة تستخدم مصطلح الاستكبار الشيطان الأكبر الشيطان الأصغر محور ممانع إلى غير ذلك على الرغم أنني أختلف تماما مع هذه الإصطلاحات وأريد أن أرحيل الأخ في الرياض الدكتور في الرياض إلى عديد من الدراسات التي كتبتها حول إيران وكذبة القضية الفلسطينية وكذبة العلاقات العربية الإيرانية وغير ذلك من هذه الدراسات أنا أنقل ما تقول إيران الأمر الثاني هنا أريد أن أضيف نعم نعم أريد أن أضيف هنا نقطة مهمة جدا أنه حتى ضمن سياق الرد الإيراني كان هناك أيضا ثلاثة من الاستراتيجيات الأخرى استراتيجية إنعاش ما يسمى بمحور المقاومة هذا تستخدم إيران محور المقاومة ضرورة دعمها ثم اليوم افتفاجأت قبل أن أدخل الستوديو كان هناك خبر على وقال التسنيم الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني لمسؤول من الحوثيين يقول أن الصواريخ الحوثية جاهزة للانطلاق برا وبحرا وبشكل أكثر كثة فهذا طبعا يلقظه بشكل واضح على استراتيجية إيران الممعنة في الاعتداء بالنسبة للإستراتيجيات الدولية أعتقد أن هذه الإستراتيجيات الدولية أخي ماجد ينبغي أن تكون متوافقة مع الرؤى والطموحات العربية بمعنى أن لا يكون الاقتصاد هو الذي يقود السياسة للأسف الشديد إيران تراهن على الموقف الأوروبي اليوم بشرنا وزير الخارجي الإيراني عن قمة مع مسؤولة الاتحاد الأوروبي سوف تجلي في طهران مساء اليوم وتحدث فيه عن إعادة أو رؤية استراتيجية لإعادة تقييم للعلاقات الإيرانية الأوروبية كثير من التحليلات الإيرانية تركز على أهمية أوروبا كمحور أو ككتلة للوقوف في وجه الضغوط الأمريكية والوقوف في وجه الضغوط العربية أعتقد أن الدبلوماسية العربية الآن عليها مسؤولية كبيرة جدا خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة البحرين ومصر ودول العربية الأخرى باستخدام أدوات أو توظيف الأداة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية للضغط على أوروبا خاصة أن هذه الكتلة هي مهمة جدا لدعم المجهود العربي لمواجهة إيران الأمر الثاني الآن ماذا لدينا خيارات يعني أنت طرحت سؤالك على الأخ في القاهرة والأخ في الرياض لم يجبنا عليه الآن خياراتنا في العالم العربي خيارات عديدة يعني حتى سمو ولي العهد السعودي تحدث بشكل واضح أنه إذا استمرت إيران في ممارساتها العدوانية لدينا كثير من الخيارات من ضمنها نقل المواجهة إلى داخل إيران وبالتالي هذه سياسة مهمة جدا خاصة عندما نتحدث عن توظيف الاستخبارات وتوظيف الجانب العسكري لمواجهة إيران طبعا العمل العسكري لن يكون عمل محدود سوف يكون بتعاون عربي مع الولايات المتحدة الأوروبية وشركاء إقليميين الأمر الثاني العالم العربي لديه كثير من الخيارات خاصة دول مجلس التعاون الخليجي خيارات اقتصادية كبيرة في فرض عقوبات على إيران وهذه العقوبات ربما تكون ذكية خاصة أن هناك رؤية أمريكية سوف تنبذي خلال الأسبوعين القادمين لمواجهة إيران لدينا خيارات سياسية أيضا في مفاوضة في مفاضلة أوروبا جعلها تفاضل بين علاقاتها مع هذه الكتلة الاقتصادية القوية مثل دول مجلس التعاون الخليجي وأن تفاضل علاقاتها بدولة بإيران وبالتالي هذه الخيارات تنويع سلة هذه الخيارات ينبغي أن يكون خلال الفترة القادمة وأنا فهمت من خلال كلمة وزير خارجية البحرين كانت رسالة واضحة أن الخيارات ليس فقط في إعادة التوازنات وإعادة بناء الأحلاف أيضا بل لدينا كثير من الخيارات الأخرى التي سوف تكون موجعة لإيران أشكرك كان معي طبعا بمركز ومية البحوث والدرسات الدكتور نبيل لعتوم ومن الرياض الكاتب والباحث السياسي الدكتور أحمد الفراج ومن القاهرة الكاتب الصحفي السيد أشرف العشري شكرا جزيلا لكم جميعا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر